فكرة رفع كفاءة بقى أو إعادة النظر في الشبكة الداخلية الشبكة الداخلية دي احنا مسحتها قدي تقريبا هو شبكة الطرق أطول شبكة الطرق بتنقسم لقسمين قسم تابع على وزارة النقل وهي شبكة الطرق الرئيسية اللي بتوصل بين المحافظات ومن المحافظات والعاصمة وبين المراكز ودي حوالي 25 ألف كيلو تنضف لها المشروع القومي للطرق اللي هو حوالي لما يكتمل 3000 كيلو يوصل ل28 إلى 29 ألف كيلو شبكة الطرق اللي هي داخل المحافظات من بين القرى والمراكز دي حوالي 24 ألف كيلو شبكة ضخمة جدا يعني دي زي طرق السريعة دي المحليات دي كانت الأول تابع وزارة النقل زمان جدا لما كتر اللقاء وفيهم مديريات طرق مديرات طرق دي تتبع فنية تابع وزارة النقل يعني المدير عام المديرات الطرق في كل محافظة اللي يعينه وزير النقل إداريا تابعا محافظة لكن للأسف الطرق اللي هي ما بين القرى بينها وبين بعضها وبين المراكز سيئة جدا تنفيذ سيئة والطرق عايزة صيانة وعايزة إحلال يعني أنا من قرية بروح هناك بتعب جدا على ما بتوصل زي ما بيقول دي بقى اللي هي تعملها اللجنة اللي بيكلم على الرئيس لا هو بيكلم لجنة على الكل على كل كل الطرق كل الطرق على كل الأديم على ما فيها الطرق أيها اللي هي بتاعته هيئة الطرق والكبال ما هي كله جميع لهم الـ 24 ألف اللي جوه بس يا فندم جميع الطرق الـ 24 ألف زي ده الطرق اللي قال عليهم باش مهندس الخاصة بي التابعة الهيئة الطرق والكبال زي الطرق المحليات بس يا فندم الطرق اللي بتعملها وزارة زي ما قلنا قبل كده وزارة التعمير والقوات المسلحة بتتنيل تبعيتها وزارة النار وزارة النار هي المسؤولة على جميع شوك الترق بنعمل بقى منح التزام مع قوات المسلحة أبرا زي النقط اللي حراك شايف إنها المفترض إنه اللجنة دي حتبص عليه الصيانة الصيانة دي مهمة جدا صيانات طبعا ما فيه الصيانة الصيانة اللولة الدعم اللي احنا خدناه من الطرق اللي هي زي اسكندريا الصحراوي وشوبرا بنها اللي بينفذوا الجيش وياخد خمسين في المية وخمسين في المية ويدينا للنقل بفيه مليارات دلوقتي أيام ما قلت رئيس هيئة ما كانش عنديه ولا ربعمائة خمسمائة مليون عشان سيانة أنت بتعمل عشرة في المية على الأقل من قيمة الأصول السابتة بتاع الطرق الكباري صيانة كان قبل كده بحوالي 70 مليار 80 مليار دلوقتي ولا 200 مليار قيمة المسوم بتاعته دلوقتي حرك برضو دي نقطة مهمة الواحدة ما كانتش حرف هو دلوقتي الرسوم الواحدة بفعه على الطريق أيها زي الطريق الصحراوي أيها بتتقسم بالنص لأ هو بصحة نص بتروح لخدمة الطرق دي دي حسب الاتفاق أو يعني نسبة منها بتروح لخدمة الطرق تانية النسبة اللي بيجيلي الهيئة المفروض سيانة الطرق للطورستيشن بتاع الطرق كلها زاد الموازين اللي موجودة وكذا دي بعمل بها سيانة ما باخدش أنا من الاستثمار ما باخدش من القطة المفروض يعني لكن لو أنا احتاجت هاخد زي ما أنا حكيت لك دلوقتي لما نقلت تبعية بتاعة الطرق بتاعة التعمير اللي هو الطريق السحل الدولي اللي قاعد 12 سنة ما يتنقلش عشان يقوله ما فيش فلوس لما أنا جيت رئيس هيئة وكلمت ساعتها الدكتور ابراهيم الدميري مشكورا وفعلا وفرنا فلوس له وعملنا له صيانة اللي هو بتخرص اللي يامدي اللي كان بيفتاة حساب طرق آخر اللي هو قبري بلطي الصيانة دي أهم حاجة عشان يا فاندر لما تنزل مثلا في أي شوارع في بديس وغيره تلاقي مثلا كراكس معمل لها شغل الباتشنج معمل لها شغل صراحة تلاقي شكل بس الليفل واحد الليفل كويس بتنمشيش فيه لكن احنا منديل غط منهار وبعين نعمل بطريق تاني